اعتقد انه من المهم ان يدرك الناس باننا قد اصبحنا في واقع جديد نحن لنتوقع ارتفاعا كبيرا في اسعار النفط وبواتيرة قوية خلال السنتين القادمتين وقد يكون هذا الرأي خاطئا ولكن لغرض النقاش دعينا نفترض صحة هذا الرأي هذا يعني ان هذا الجزء من العالم اي الامارات لن تحصل على الايرادات التي كانت تحصل عليها خلال سنوات الثلاث او الاربع الماضية الحكومات الخليجية وتحديدا في الامارات ستكون قادرة برأيي على التأقلم لكننا نعيش حقبة جديدة ستكون السيولة فيها اقل جراء تراجع اسعار النفط وهذا الامر يستدع من المصارف ان تتبع سياسات اكثر محافظة في استعمال سيولتها كما اننا نجد الجاة النظمة في هذا الرأي تدخل تغييرات وتضع قواعد جديدة للسيولة وانا شخصيا داعم جدا لهذه الاجراءات ومن الضروري ايضا ضبط الموجودات في الميزانية ونحن في بنك ابو الضبي الوطني ادركنا هذا الامر قبل سنة او سنة ونصف من الان واستفدنا من تصنيفنا الاعتماني وموقفنا العظيم في سوق الاعتمان لتفعيل الودائع من الخارج بما يكافئ 35 مليار درهم خلال السنوات الاثنى عشر الماضية من اجل تعويض الوضائع الحكومية التي خسرناها والتي انفقت على مشاريع مختلفة داخل البلاد وخارجها ونحن سعداء جدا بهذا التقدم الذي تمكننا من احرازه وبالتالي فان فرعنا في هونغ كونغ ولندن وكذلك في الكويت والبحرين وعومان على سبيل المثال وفي امريكا تمكنت من الحصول على ودائع جيدة من الشركات والمؤسسات المالية التي تجد تصنيفنا الاعتماني عند ماينوس اي اي تصنيفا جذابا اراهن شخصيا على حصول ارتفاع كبير في الاسواق الناشئة فالناس برأي لا يفهمون الاسواق الناشئة احيانا ومن وجهد نظري التغيير الحاصر في الصين هائل وايجابي في الوقت ذاته وعندما تراقب الوضع في الصين بشكل وثيق تجدب ان الاقتصاد القديم يتغير ويتراجع كما ان الشركات القديمة المملوكة من الدولة تنمو بنسبة 3 الى 4% اما الاقتصاد الجديد اي الشركات القائمة على التكنولوجيا والخدمات فيتم بمعدلات تتراوح بين 10 و 15% اذا وضع النمو في الصين جيد حتى لو كان 7% ويجب علينا ان نقبل بان الصين سوف تتجاوز امريكا لتصبح اكبر اقتصاديات العالم ويتنمو حاليا بنسبة تتراوح بين 6.7 الى 6.9% وحتى لو تراجع الرقم الى 5% فانها قريبة من تجاوز امريكا نحن نشهد اكبر التغييرات منذ عقود والصين تدخل القرن الحادي والعشرين بمنتهى القوة وسيكون وضعها جميلا ولن تشهد هبوطا حادا شكرا للمشاهدة